بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدين ومتابعين الكرام في كل مكان نجدد بكم التحية والترحيب من جديد لتعلن انطلاقة في هذه اللحظات الشوط الرابع عشر للقعدان الحقائق على بركة الله بدأ هذا التحدي انطلقت الشعارات والاسماء مباشرة مع الصدارة ليتابع في هذه اللحظات من تحتل الصدارة نظرا مع المركز الأول أحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي يقدم لنا شعاره بينما الدور دور المركز الثاني لأتابع في هذه اللحظات الانطلاق والحظور أتابع القادمة والحاضرة مبعدة اسهيل بن حمدان بسالم الدرعي هو القادمة أيضا الوصول تابع انتباهي القادمة راشد بن عبد بن عبد الله بن أحليس الوهيبي والقادمة أيضا أتابع القدوم والحضور من الوثبة راشد بن خادم بن راشد الامهاري يقدم لنا شعاره هكذا هي النتيجة العودة من جديد إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى نظرة أو هنا من تحتل الصدارة القادمة في هذه اللحظات والحاضرة نظرة 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 والقدوم بسم الله ما شاء الله على الانطلاق في هذه اللحظات انطلقت الاندلس علي بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي يقدم لنا شعاره يقدم الاندلس والقدوم انتباه انتباهي القادمة والحاضر وعد سالم بن سعيد بن حفاظ المزروحي الله يا هذه المعركة ما بين وعد ما بين انتباه انتباه وعد وعد ولا انتباه ياهي من لحظات ياهي من لحظات ولكن وعد أتت في الوعد سالم بن سعيد بن حفاظ المزروحي تانين انتباه مع المركز الثاني راشد بن عبدالله بن أحليس و recently المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث ر semicائor رامس بن محمد بن ضباب العامري والمركز الرابع المركز الرابع كانت متابعة نكرة إلى اندلس علي بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي والمركز الخامس المركز الخامس وصلت هملولة السعيد بن أهلال بن سعيد الأعفاري إذن تهنين والنموس لمالك وعد هذا الفوز سالم بن سعيد بن محسن بن حفيظ المزروعي التوقيت الزمني ولحظة وصولها معلن هذا الفوز والانتصار دقيقتين أربعة وخمس ثانية سبعة يجزاء من الثانية تهنين والنموس بينما المركز الثاني انتباه راشد بن عبد بن عبد الله بن حليس الوهيبي دقيقتين أربعة وخمس ثانية ثمانية يجزاء من الثواني تهنين والنموس والمركز الثالث المركز الثالث كانت متابعين الكرام رئاسة رامس بن محمد بن ضبيب العامري توقيته الزمني دقيقتين ستة وخمس ثانية أربعة يجزاء من الثانية اشتركوا في القناة